بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدام خلاص رمضان مر علينا بنفحاته الطيبة وجاءنا العيد كمان ومع كل عيد بتتجدد قلوبنا انا بحب اقول ان رمضان ده رحم وبنخرج في العيد بفرحة فرحة بايه بمولود جديد المولود الجديد اللي خرج من رحم رمضان وعشان كده تلاقي رمضان اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره وعيدكم من النار زي بالزبط من الواحد بيجمع خلقه في رحم امه سلاس اطوار المولود الجديد ده اللي بعد رمضان هو انت هو احنا الناس لما بتلبس لبس جديد في يوم العيد ولما بيهنوا بعضهم بكلمة حلوة وبسمة تحس كأن قلوبهم بتتعرض لنعمة تجديد الله لقلوبهم وحياتهم وتحس كأن قلوب الناس بيه اللي يحصل بتتغسل من اي حزن واي وجع وبتلجع قلوب حديثة عهد بربها تستقبل الحياة بقلب جديد قلبي بيشوف نعمة ربنا ويفرح بيها تعال اذكركم من صام رمضان ايمانا واحتسابا وفر الله ما تقدم من ذنب وفي رواية عادة كأيوم والدات وأم وعشان كده ايه اللي حاصل بنخرج من رمضان كأننا خلاص ولدنا من جديد ولذلك احنا نوعد ان نعرض مع جليس مهم جدا جدا اسمه جليس ايه التجديد لان فيه ناس مننا بيصابها كآبة الخزلان والأموم والأوجاع فتتحجب قلوبها عن نعمة التجديد ان الله سبحانه وتعالى مجددش قلوبهم ولا جدد ايامهم ولا يليهم لانهم مشوفوش تودد ربنا سبحانه وتعالى ليهم في نفسهم وفي اوقاتهم في رمضان كل دي اكاذيب انت كل يوم بتتولد وانت كل يوم بتتولد فيك عالم جديد انت فيك عالم جديد كل ساحب بتولد فيك حياة جديدة متذكر ان من عقدتنا ان الله الان على ما عليه كان والله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء وان الله بارق مصور فهو هتخلي نفسك الامار بالسوء تقولك انت بينك وبين الصفاء والمحبة والسعادة مسافة كبيرة انت في بداية جديدة متصدقش نفسك انت في بداية جديدة طول الوقت كل ما ييجي علينا يوم جديد نسمع صوت اليوم وهو بينادي علينا انا يوم جديد على عملك شهيد فاختنمني فاحنا لازم نفهم ان شهر رمضان ده الشهر التاسع واحنا اتولدنا خلاص وعشان كده فيه اربع احوال النفس الامار بالسوء بتلعب بيها عشان ما نقدرش نشوف نعمة تجديد ربنا لحياتنا اول حاجة التيقيس فمثلا لما حد فينا بيحس بالانتكاسة بعد رمضان فتخليه نفسه الامار بالسوء ييأس انه ما فيش فايدة وتخليه ييأس من الاحوال والظروف الصعبة وييأس كمان من صلاح حلاقاته مع اهله واحبابه وتصرفه عن حقيقة تدبير الله سبحانه وتعالى لامره بما يصلحه الله سبحانه وتعالى بيدبر امرنا وبيريحنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اليس الله بكاف عبده فبلاش ان انت تستجيب لنفسك ان انت ييأس من حالك تاني حاجة تعجيز بعد ما تيأسه تعجزه تخليه مشغول بضعفه دايما وتخليه عايش في خزلان دائم وتصرفه عن حقيقة ان ربنا معاه واحنا دايما نقول لنناس عشان تخلاصوا من التعجيز ده اي واحد اقول لنفسك ان انت مش طعيف لكن اقول لنفسك انت عبد القوي انا عبد رب له قدرة يهون بها كل امر عسير فان كنت عبدا ضعيف القوى فربي على ما يشاء قدير ربي على ما يشاء قدير الحياة الثالثة اللي بتعملها عن نفس بقى التكسير اللي هي تكسلك تخليك دايما تفكر بالتمني او تخليك تكتفي بانك حياتك اللي تعيش حياة افتراضية مثلا فبقى معظمنا لما بيحس بالملل يفتح السوشيال ميديا عشان يشوف حاجة جديدة تجدد نفسيته بس هالحقيقي انك بتحس ان نفسيتك بتجدد في كل مرة ولا بتحس ان انت بتقعد بالساعات وما تلاقيش حاجة بالعكس هي بتكسلك على انك انت تمارس اي حاجة غير الحياة الوهمية اللي انت بتحاول تفاهمها عن نفسك ان انت بتكتسبها من السوشيال ميديا ومن اهم اشكال التكسير ان نفسينا تهمنا ان كل ما بنستهلك اكتر كل ما بنسعد اكتر كل ما بنشتري اكتر كل ما نحس ان حياتنا بتتجدد كل ما نستهلك وقتنا في السوشيال ميديا اكتر كل ما نحس بالايه بالسعادة فندمي الاستهلاك ونحس بالتعاسة السعادة يا سادة بتكون في الحركة في الانتاج في الرضا مش في كتر الاستهلاك تالت حاجة النفس بتعملها انها تطمس تطمس عينينا عن رؤية حلاوة النعمة الله سبحانه وتعالى يقول وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعني ايه احنا غريقين في النعم فالنعم بتكون بعض الناس يجعل النعم بس بتكون مالية ومع ان النعم مالية كل اركان حياتنا وهو مش شايفة ولا حاسس بالمدد اللي فيها وتلاقيه كثير الانتقاد كثير المقارنة كثير الشكوى والله سبحانه وتعالى بيجدد حياتنا في كل الاوقات المباركة وبيجدد حياتنا في كل عيد وبيجدد حياتنا في كل سنة جديدة وبيجدد حياتنا في كل يوم وبيجدد حياتنا في كل نفس بيجدد حياتنا ما طلعت الفجر بنور اليوم وبجدد حياتنا كل أسبوع بظهور اليوم المبارك المليء بالنعمة والبركة يوم الجمعة اللي فيه جمال الصلاة على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم نتنور حياتنا وكمان بجدد حياتنا برمضان فرمضان تجديد الحياة في السنة زي ما تجديد الحياة في الأسبوع بيبقى للجمعة وزي ما تجديد الحياة في اليوم بيكون وقت الفجر لأن كل دات أوقات البركة لما تعيش بنعمة التجديد وتعيش أن ربنا سبحانه وتعالى بيجدد حياتك طول الوقت عارف ليه بيجدد حياتك لأن الله سبحانه وتعالى يحب راك الراحة والنعمة والرضا ويعطيك بغير حساب وما يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب تلاقي حياتك صبحة ندية فيها الندى فيها الكرم عندك أمل وفيك نشاط وفيك همة أنك ماذا؟ تحسن في عملك وتدخل على عالم إيه؟ أن الله يحب شوف اسمع؟ أن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وتسعى وقلبك مليان بأن ربك سندك وهو معكم أينما كنت أليس الله بكاف عبده؟ تلقى رؤيتك لنفسك وللحياة والأحبابك بتتجدد فدر الحياة بنور الله مش بأهوام نفسك ولا بمخاوفه ولا بسوء ظنها أنا أياسي حتى فظنها سوء ظنها في الله وتبتدي حياتك وانت بتسأل نفسك فما ظنكم برب العالمين؟ لا أنا بظن ظن الحسن بظن حسن في الله سبحانه وتعالى يبقى لازم تكتب على قلبك كل يوم حياتي ليست من صنع أحد حياتي بيد الأحد الله هو الذي يصنع لك حياتك على عينه فإنك بعيوننا الله سبحانه وتعالى فتح لك أبواب كتيرة تجدد علينا حياتنا زي باب الذكر تعالوا نشوف كده فالذكر والتفكر في الأذكار أعظم باب لتجديد القلوب حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جددوا أيمانكم بقول لا إله إلا الله يعني داوم الزكر يعني أنت لو داومت على الزكر ربنا سبحانه وتعالى يغسل قلبك بأنوار الزكر فما بالك بعبد بقى دخل في قوله تعالى فاذكروني أذكركم يا على الجمال يبقى ولحاجة الزكر اغسل قلبك بالذكر شوف قلبك هتغسل بالذكر إزاي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا إيه ده؟ ده حياتي بتجدي داي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإلي النسور أي الجمال ده كله حياتك بتجدي داي يبقى الذكر يجدد حياتك التأمل في الأذكار يجدد حياتك الأمر الثاني التعلم أكتر الناس اللي بيحسوا بنعمة الحياة هم الناس هم أكثر الناس حرصا على التعلم ليه طيب؟ لأن التعلم نور التعلم بيخليك ترى بنور الله سبحانه وتعالى ومن يرد الله بي خيرا يفقه فالتعلم باب كبير من أبواب التجديد في الحياة الحياة الثالثة اللي تساعدك على التجديد في الحياة المبادرة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا المبادرة بتفتح أبواب الخير فخيرهم الذي يبدأ بالسلام المبادر المبادر بتكسر العجز بتفك القيود تخرجك من عالم الخزلان إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الصلاح للأقلاقات وبأصحابك وبأولادك وبزوجتك لما تبادر بكلمة حلوة يطيب قلبك ويطيب قلب اللي أنت بتتعامل معاه لما تبادر بفكرة في نفعه وإضافة عمل جديد مليان نور وبركة تحس إن الحياة كأنها كلها تولدت من جديد تحس إن قلبك بقى قلب جديد مليان بالنور والبركة بيحصل كتير قوي قوي لما تحس إن فيه هم نزاح من على قلبك تحس إنك أنت بقيت إنسان جديد تالت حاجة بعد المبادرة باب التشغيل إن أنت إنك تفكر إزاي تشغل مهاراتك ونعم ربنا عليك تستثمر نعم ربنا عليك فتغير برنامج حياتك وتغير كمان استثمارك وده جزء من قولي تعالى وَلَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إن أنت لما تشكر النعمة تشكرها إزاي إن أنت تشغل النعمة ربنا سبحانه وتعالى بيخليك تحس بالوسع لما تشغل النعمة اللي أنت فيها وما فيش إنسان أبدا محروم الله أكرم من أنه يحرم حد كل إنسان الله سبحانه وتعالى منحه من الهبات ومن المهارات بس هو محتاج أنه يسعى ويستثمر مهاراته بعد ما يكتشفه باب الخامس بقى اللي ربنا بيفتحه لنا عشان نجدد حياتنا التخلق إحنا عندنا شوية حاجات كده بنروح لربنا بالشوق فيبقى فيه تشوق وبعد كده إلي حاصل نتحقق وبعد كده نتخلق يعني إيه أنك تتخلق لازم يبقى عندك كل يوم خلق جديد زي خلق البساطة مثلا الناس اللي مهريين بسبب الذين حملوا نفسه من أطيق فكذين حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء أن يزل نفسه وقالوا وقيف يزل المرء نفسه مستغربين على المنكر وقالوا أن يحمل نفسه من أطيق أن يحمل نفسه من الفكر من أطيق يبقى إيه اللي حاصل خليك بسيط ما تبقاش معقد زي إيه مثلا خليني بسيط ما تحكمش على حد ما تحكمش على نوايا الناس زي المسامحة زي الأخلاق كلها نوع من أنواع تفتح عليك أبوبة جديدة والسعة في حياتك لأن أخلاق مطلقة بتفتح لك باب الخير كله وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم إنما بوعسته لأتمم مكارم الأخلاق وكان حضرت النبي إنما بوعسته لأتمم السعادة فالأخلاق حافز فالأخلاق حافز ومش زي أي حافز ولذلك الأخلاق توجد للإنسان شغف لما لا شغف له فالأخلاق مصدر النور الإنساني والوصل الرباني حاجة عجيبة للأخلاق دي الباب الأخير مجالسة أصحاب الصفاء والفطرة السليمة وده الباب السادس إنك تجالس الأطفال وتعيش معاهم وتشوف إزاي بيتعامل مع الناس ببراءة وبجمال وبحلاوة لما تعود معهم كده تلاقي قلبك بيتجدد وأو تعود مع الناس الطيبين الناس إن الناس ما بتحبش تقود معهم لإن هم في الحياة ما بيدي لهمش حركة يعملوها كده ولا كده عشان يبقوا أصحاب حيلة ولا أصحاب فهلاوة الناس الصفيين اللي دولا بيننزل ربنا علينا البركة بسرهم هم دولا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحفظنا بيهم إنما تنصرون بضعفائكم بالناس دولا أصفياء القلب دولا ونعمل إيه بقى عشان نستقبل الحياة بعد العيد بنفحات التجديد اللي بتيجي من عند رب العبيد سبحانه وتعالى تعالوا نشوف أول حاجة احرس إن انت تتعلم كل يوم حاجة جديدة في مجالات حياتك المختلفة في مجال موهبتك في مجال شغلك في مجال علاقاتك في مجال أحبابك ده جديد علاقتك بأهل بيتك احرس إن انت تتعلم حاجة جديدة تعود يبقى عندك متغير كل أسبوع مع الثوابت في حياتك اقع تغير اقع تغير الثوابت في بنامجك اليوم اعمل كل أسبوع متغير متغيرات وليكن أسبوع مثلا تختار خلق جديد زي إنك تقول كلمة حلوة لزوجتك وتفضل تقول لها كلمة حلوة طول أسبوع زي إن ما يمرش يوم إلا وتكون أخدت أولادك في حضنك زي خلق الصبر إنك تصبر مثلا لحد ما اللي قدامك يخلص كلامه وتسمعه باهتمام وبحضور ومرة نتكلم احنا عن أهمية الحضور في التواصل مع الناس تالت حاجة كتر من ذكر الله والمناجال الله والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فما زالت حياته صلى الله عليه وسلم تتجدد ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد عليه السلام فإذا كان الله سبحانه تعالى يرد على حضرة النبي روحه لتستمر حياته بس خلي بالك هو يرد علينا السلام فترد عليه روحه فيجينا بقى بحياة وهو بيرد علينا حياة مليئة وهي حديثة عاد بربها فإذا أردنا أن نحن تتجدد حياتنا فنصلي عليه صلى الله عليه وسلم حتى تتجدد حياتنا ونقول اللهم صلي صلاة كاملة على من جددت عليه النعم مع كل نفس من أنفاسه فصار يحيي القلوب بوصلها بك وسلم سلاما تاما على نبي ما سلم عليه أحد إلا وازدادت حياته فاللهم إني أسألك بتلك الصلاة أن تزيد حياتي نورا بأن أبقى في حضرة النبي فيدخلني عليك في حضرة أنوارك يا رب العالمي يا ساتة التجديد ملوش آخر ورب العبيد لا يقطع التجديد لمن عاش مع الله بأداب العبيد يا رب حياة جديدة وقلب سليم وحياة جديدة وإحنا متأقنين يا رب أن حياتنا الجديدة معاك ما بتنتهيش